دكتور فريد ذكرت عن أنواع الموت هل يمكن أن أعكس هذا السؤال يعني بستنتج أنه توجد أنواع حياة هل يمكنك أن تشرح أكتر عن هذا الموضوع أشكرك هذا سؤال جميل جدا نعم توجد أنواع من الحياة دعنا نتطلح حولنا في الخليقة توجد حياة نباتية في النبات النبات حي لأنه يتنفس ولأنه يصنع مواد خضراء وإلى آخرين ثانيا توجد حياة حيوانية في الحيوانات لكن أرقى من النوعين توجد حياة بشرية إنسانية لماذا لأن الإنسان به روح وعن طريق الروح التي آتت له من الله هو إنسان عاقل وناطق فهو يستطيع أن يعقل يفهم يدرك وينطق يتكلم الحيوانات لا تنطق تفعل أصوات النباتات لا تتكلم وكلهما لا يعقل الإنسان نوع حياته أرقى لكن الحياة التي بتسألني عنها ويحدثني عنها المسيح هي أعلى من الحياة الآدمية أو الإنسانية أسميها الحياة الإلهية حياة الله وبدون هذه الحياة يستحيل على أي إنسان أن يعرف الله ويدخل في علاقة معه لا وسيلة للتواصل بين الإنسان وبين خالقه إلا بواسطة أن ينال هذه الحياة الإلهية لهذا مثلا قال الرسول يحنى في رسالته الأولى والأصاح الخامس هذه الآية الجميلة نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدي أيها واضحة جدا يحنى الأولى 25 يسوع المسيح هو الإله الحقيقي وهو الحياة الأبدي إذن حياة نباتية تنتهي حياة حيوانية تنتهي حياة آدمية تنتهي بالموت لكن هناك حياة إلهية هي في المسيح مستودعها المسيح لكن كمان اللي بيأخذ المسيح بيأخذ هذه الحياة لهذا أيضا يقول يحنى الرسول في الأصاح الخامس من رسالته الأولى وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الإبن فله الحياة ومن ليس له إبن الله فليست له الحياة اشتركوا في القناة